اهلا بكم اختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم اعمال الدورة التدريبية القطرية في مجال الاستزراع السمكي لمزارع الاسماك في السودان ضمن فعاليات البرنامج العربي لاستزراع السمكي في المياه العذبة الذي تنفذه المنظمة ومقره منطقة الشجرة وهدفت الدورة الى تهيل ورفع قدرات العاملين في مجال الاستزراع السمكي من القطاع الخاص وذلك من خلال تعريفهم بالطرق الحديثة للاستزراع السمكي بنوعيه المكثف والعادي وتربية الاسماك بالاقفاص العائمة والاحواض الترابية والاسمنتية وتبلغ جملة مساحات الانهار والبحيرات والخزانات في السودان حوالي 3000 كم مربع منها 4000 هكتار مربع صالحة للاستزراع السمكي بالاضافة الى 98000 كم مربع على ساحل البحر الاحمر لا يستغل منها سوى 9 كم فقط يحوس السودان على ثروة سمكية ضخمة ولكنه في ذات الوقت يعد من اقل الدولي استغلالا لمؤرده السمكية وهو ما يعني ضياع فرص هائلة يحتاجها السودان في سد حاجة السوق المحلي من الاسماك بل في مقدوره ان يصدر للاسواق الخارجية في حال تم توظيف الموارد السمكية في السودان بالكفاءة المطلوبة وهو ما يستدعي جهودا كبيرة من كل الاطراف المعنية ويعتبر استنهاد قطاع الثروة السمكية وادخاله حيث التشغيل بالكفاءة المطلوبة احد اهم مطلوبات الراهن الاقتصادي لاستفادة من هذه الموارد المهضرة ويتطلب ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية خاصة خرجوا كليات الاسماك وتوظيفهم في مشاريع كبرى تتقاسمها الدولة والقطاع الخاص مع التخطيط للمشروعات بعقلية التصدير وهو ما يؤدي تلقائيا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع البحلي وبدأ في الفترات الاخيرة الاهتمام ويتزايد بقطاع الثروة السمكية حيث تنامى الحديث حول اهمية تطويرها اخضاعها قضية لنقاش مطول في المنتديات والملتقيات العلمية في خط متوازن مع اقرار الجهات المختصة بوجود قصور في المجال ما يعد مؤشرا ايجابيا نحو ايجاد الحلول اللازمة لقطاع الثروة السمكية ولمزيد من التوضيح ورحبوا بضيفي من الخرطوم الخبير في مجال الاسماك المهندس عبدالوهاب مزمل مرحبا بك باش مهندس مرحب بكم باش مهندس سنود ان تحدثنا عن امكانات السودان في مجال الثروة السمكية والانواع الموجودة وكيفية الاستفادة منها طيب بسمنا الرحيم والحمد لله والصلاة 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 والأمين وعلى اهله وصحبه وصلاة وبعض حقيقة سودان من الدول التزخر بموارد مائية كبيرة جدا لدينا سدود صناعية ولدينا بحيرات وانهار كلها تصلح لاستغلالها في انتاج الاسماك سبع بحيرات ممكن في مختلف الولايات بحيرة النوبة وبحيرة التامروي بحيرة السنار بحيرة جبل أولية والروسيرس وسنار كلها لديها خزانات مياه ممكن ان تنتج الاسماك جيدة جدا استخدم لتغطية الحوجة المحلية وتطويرها ان شاء الله نعم اذا ما هو الدور المنتظر من جمعية الاسماك السودانية في تطوير هذا القطاع المهم الدور المرتقى من الجمعية ومن كل المهتمين والدولة في هذا القطاع تبني مشروعات رائدة كبيرة وبخاصة في هذه الأزمنة يمكن السودان ورابطة 45% تمثل كتلة الشبابية فاغاض جبارة يمكن تصميم مشاريع تناسب أفكار وعقول هذه الشريحة الكبيرة لاستيعاب أكبر عدد لتحويلهم إلى مسار التنمية مشروعات تحتوي على تغنيات حديثة والتجمعات من الشباب ليتم استهدافهم في إنتاج أصبعيات وإنتاج علاف متخصصة وإنتاج كذلك كميات من أسماك المصنعة حتى يتم الاستغلال في رفض الصادر لإدخال العملات صعبة إذا ما هي أبرز المواقع التي تمتاز بوجود مصائد للأسماك النهرية والبحرية في السودان وهل إنتاجيتها كبيرة؟ بالطبع الإنتاجية تتركز مع مجال المياه لكن هذا لا يعني أن الاستزراع السمكي يمكن أن يقام حتى في المناطق الشبابة الصحراوية والمناطق الصحراوية عن طريق المياه الجوفية لكن الولايات التي بها مياه طبيعية كبيرة هي مستعدة البدارية أكبر لتشغيل مشروعات في الوقت الحالي أبرز المراكز أو مراكز الاستزراع السمكي موجودة في السودان الاستزراع السمكي تمركز في ولاية الخرطوم بدرية كبيرة ولاية الخرطوم هي ولاية رائدة لأسباب كثيرة طبعا لوجود الكادر لوجود المعدات والآليات المطلوبة لتطوير هذه الصناعة وكذلك السوق الذي يطلب كميات كبيرة من الأسماك والثغافة العامة لدى المواطنين في الولاية ساعد ذلك في أن تكون ولاية الخرطوم لولاية الرائدة في إنتاج الأسماك من خلال الاستزراع السمكي نعم برغم توفر الموارد الطبيعية في السودان الا أن مجال الأسماك ما زال متأخرة جدا ما هو المطلوب للنهوض بهذا الغطاع يمكن لأسباب كثيرة منها أسباب كانت تكون الدولة نفسها لم تكن مهتمة في السابق باستنهاد الغطاع الأسماك وكذلك توفر الكميات الكبيرة من الأسماك من خلال الصير الطبيعي في السابق مما أدى ذلك إلى تراجع التفكير في الدخول للسمار في مجال الأسماك أما الآن الأوان لأسباب كثيرة يمكن ظهرت نتيجة للطلب المزايد داخل السودان والسوق الأغليمي لمنتقات الأسماك من السودان نعم إذن ما هو دور البحوث العلمية في تحزين سلالات الأسماك بالسودان وهل ينجح التوليد أو التلقيح الصناعي في استنباع تنواع جديدة بمواصفات جيدة نعم كل الصناعات تتقدم من خلال البحث العلمي فبالتأكيد البحاث مهمة جدا وبخاصة البحاث مجال الأسماك لتحسين سلالات المحلية مع أنها سلالات المحلية معروفة عالميا إلا أنها محتاجة لجهد مضاعف لتحسينها وكذلك يمكن الدراسة لاستجلاب حتى لأي أنواع عالمية معروفة إن دعر الضرورة نعم تحدثت عن البحث العلمي هناك شهودات مقدرة في هذا المجال وكذلك توجد مساحات كبيرة جدا يمكن أن تساهم في مسألة الاستزراع كيف يمكن إقناع المستثمرين سواء كم محلين أو من الخارج يستمروا في هذا المشروع الصراع السمكي من الصناعات التي يمكن أن تستوعب كل شرائح المجتمع نعم بدأ من الشباب والمتصد العمار حتى كبار السين كبار السين يعملون في تجهيز وغزل شباك التي تدخل في عمليات إنتاج الأسماك نعم فبالتالي الأيد العاملة في السنان متوفرة الكوادر متوفرون المياه موجودة الأراضي متاحة السوق موجود الأصناف التي يمكن أن تستغل في إدخالها في منظومة التربية التربية أنواع سكسوليات الحصائية الموجودة نعم فالمناخ جيد جدا لكل الراغبين في الدخول في مجال نعم دائما المشاريع تقاس بالنسبة بحجم إنتاجيتها هناك الكثير من يريد الاستثمار هل إمكانية فتح مزرعة للأسماك هل هي مكلفة وباهظة السمن أم هي قليلة التكاليف تبعا لنوع ونمط الزراع يمكن العمل في محورين محور يستهدف صغار المنتجين من خلال عمل مزارع صغيرة تستوعب مجموعات صغيرة براس مال صغير أو متوسط ويمكن الدخول في منظومات صناعية كبيرة في تجمعات كبيرة يتم تجهيزة من خلال الدولة أو شركات كبيرة لتستهدف فتح أسواق للصادر وليستيعاب عدد كبير من الشرائح من خلال المشروعات الصغيرة في تشغيلها وتحسين دخلها هل يمكنك أن تعطينا تقديرات ولو تقديرية لهذه المشاريع البسيطة هناك نعلم أن هناك عدد كبير من يريد أن يستثمر لكن قلة الحيلة وقلة رأس المال تبعته مع ذلك أرقام تقديرية تشجع من يريد أن يدخل في هذا المجال كونه جديد في هذا البلد مئة ألف جنيه ممكن أن يدخلك في عالم إنتاج الأسماك من خلال المزرعة الصغيرة ربع فدان ربع فدان مئة ألف جنيه نعم لصغار المنتجين ويمكن تجميعهم لأعداد لزيادة رأس المال نعم تكون هناك شراكة مثلا بين أكثر من نعم شراكة لعشرة خمستاشر فرد يمكن أن يتم تكوين رأس المال مناسب جدا لجني وتحقيق أرباح نعم إذن هذا يقودنا لجانب القطاع الخاص والحكومة إلى أي مدى يمكن أن تنجح الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تطوير هذا القطاع القطاع الخاص حقيقة في السودان بدأ يتحرك في المجال وفي تجارب في الولاية بلاد الخرطن بالتحديد نعم بداخل رؤوس أموال من القطاع الخاص أدى إلى تحقيق نجاحات حتى دخولهم إلى مرحلة الصادر فبالتالي المرحلة التالية يمكن الاستفادة من جهود الخريجين والشباب ومن العاطلين على عمل في دخول شراكات بتوظيف رأس المال الخاص في إدخالها في العملية الإنتاجية نعم شكرا جزيلا أشكرك جزيل شكرا بشموندس عبداللهاب مزمع الخبير في مجال الأسماك شكرا جزيلا شكرا جزيلا ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية الأقليمية اشتركوا في القناة